السلام عليكم قناة الطبخ مع عائز العبي كديرين بخير لبسلكم نتمنى أن تكون صحة جيدة نشكر جميع الأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل والدائم لكم ومتضامون بكلمة طيبة الله يحفظكم وإدماركم وإنساء أمركم كامين بدون ستناع نشكركم الشفر ماليق على الحل واليوم العبدي جاء وجاب واليوم ما جاء إن شاء الله ستحصل الطالب العديد من الأخوات المهتمة بالأمر ونشكر المهمات كانت اللي قلقوه في أي بلاسه أو في أي بلاد ورغي سوصل معنا عدي واحد صدقة في مدينة آسفي جنان جنانات عندنا فاسي جنان من جنانات سوف أتكلم في الفيديو إن شاء الله ونذكر الكلمة عندي السلطة والمقادر مضبوطة ما تزيد عليها ما تنقص عليها والأسرار اللي مش تخلي لكم الجلدة ديات التجاج منصدر أنها معمرة تحييد ونوي طيب التجاج نات اللي كتلقوه مشكلة طريقة والسرق خاطر أنكم معمرة التجاج يغلبكم أنه تحييد الجلدة ديته هي جنان مستاري ليس جنان مستاري الله تذكرتها كان جنان فاسي جنان مستاري وكانت تغلطوا جنان كولور جنان عيلان ملكة ناس فيها بقية عزري موتاوة توليوم أرجو الله كثرت فيها تول عولة ما بحالي المهم مرحبا بكم والألف مرحبا بكم جميعا عند عائلة بامستافا والد عمي الأزيز الرد الحشاجده من دوار الحشاجده الصدقاء الله رحمه ورحمه جميعا المسلمين كاملين وتحية الزوجة والأبناء والإبناء والعائلة الكريمة والنسابي والحبابي وكل شيء حشاجده وغير الحشاجده والناس الذين ستجدون كل شيء نحن حباب الحمد لله وشكره لله دخلوا منع صافرهم معنا وصلهم إلى المدينة أنسين ودخلوا عن طريق وعلى المكونات وصلهم وصلهم والدرس وبالنسبة للمسمومات حتى لا يوجدوا ورقة وستيله والدروس التي أعطيتكم اليوم تبقى لكم في التاريخ وإذا كان لديكم شيء لامير وعادكم شيء يقرب وعادكم شيء نخوك ويقعدوا مني لا تشتبعوني بلوكوني من حياتكم ومن عقلياتكم ومن عمركم كامل المهم مرحبا بكم اليوم اللي بسولكم في السطل اللي جايقل مرحبا بكم يالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر لأسأخذ المسجم في القناة من الدراقل اشتركوا في القناة كيف عزيزة المسجم فصلوا بالتلقاء مرحبا بكم ان شاء الله ندخلنا في القناة تأسف وصلوا ان شاء الله هل يصدقوا علي خير وبخير مدينة اسفيس ورحبوا بكم مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع قبلوا علينا وقبلوا على فيديوهاتنا نحن نشاء الله كيف تشاهدون هذه الجاجة سنقوم بعمل بذيوه في مستقبل العائلات سوف نتعاون معها ونستخدم الوقت وتابعونا سوف نقوم بشكل عديد من المرس سوف أضعها في القناة هذا الملح نشاركها في البقاء نشاركها في الماء ونرقها في البصلة والحامض والسكن جبير ونزلها حتى تأتي الملح سوف ننزلها في السفورية ونزلها كاملة والله يجعل صدق الله سوف نتمنع الله والديكم والدين جميع أموات المسلمين قبل علينا الحمد لله الحمد لله هنا كيف تشاهدون سوف نغسل الماء ونغسل الماء ونغسل الماء ونغسل الماء ونغسل الماء هذا الفرق ونغسل الماء ونقوم بتليق أموات العلاق من أن قشاوش ونسبب إليتنا ونغسل الماء لهم أفضل الماء والحامض والملح والبصلة والهريسة سوف نقوم بتحديد اللخ ضروري من هذه العملية البصلة هانتو مق البصلة هانتو مق البصلة هانتو مق والعصر وطحنوه هذا فيه المق إذا لم يكن فيه المق تحنوه بجلوفه ما لديكم مشكلة فيه هنا نشوة الهريسة وسكن جبير لكي تحييد منه ديكز فورية ضروري من هذه العملية هذه الترقيدة شوفوا ما الذي تكون ايدينا 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 نضع من الملكة عمر الطنجرة ونشده هانتو ملماء والحامض ونسل لكي تحيييه لكي تحيييه من هنا قصة طابلة يجب تحيييه هنا كيف يشاهدون ولكن من الأول يجب بجاج يكون منقين من الأول من الأول يجب بحييي هذا ومن داخل من هنا كيف يشاهدون وهنا الصغر يجب أن يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون تحيييه يجب ان يكون حيييه ونشف ستحيييه تحيييه يجب ان يكون صغير تسقطر ونشف جيد وتضع تشف لكي تكون من الملح والبزار هم البنات و لك أنت عندك البركة في اليدين و البنات في اليدين هذا كور الرباح راكلي مسكنكي يكون على المسوس والله يكون في العنق و كتجي الماكلة بيننا تابعونا إن شاء الله حسنا نكمله وهنا سنشركم معكم واحد البرت دي الأتي فطورنا نقوله فطورنا مرحبا بكم تيبان شوكولة المخمار البيض الزبدة و الزيت تاسبيبين و الزيت العودرة المهم هو تابعونا الله يخلف على مولان الدار و الله يجعل صدقت الله هنا إن شاء الله لدينا 60 طائر للجيش 60 طائر للجيش 60 طائر للجيش سوف تحتاج لها ترونوا هذه العطرية التي سوف أعطيكم لا تزيدوا لها لا تنقصوا لها راه كافية و وافية كافية و وافية أي حاجة في الماكلة إذا أعطيته أكثر من قانون في العطرية سوف تفسد لها الطعم تقول لي تتاكل العطرية لا تتاكل ما نوع الماكلة أو اسم الماكلة فنهاد الله يريد أن تركزوا معي المماكلة لديها 60 طائر للجيش و 50 طائر للجيش لدينا مماكلة كافية راح إلى أن نصراب على النصراب على السكنجبير راح إلى السكنجبير في الماكلة كانت اللقاء أجم sew من الصراب يمكن إنتاج أرى أن نصراب من الصراب والباديان القرنفل المروزية الأصلية 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 25 عشبة 2 غوية 4 غوية 1 غوية 1 غوية الهريسة تكون فيها الملح يكون فيها الحامض يعني الملح والحامض يطحنها لا أعطي الملح في الدجاج هنا هذا السمن مشري لم تقوم بربعة كاملة لكي لا أعطي الملح هو الطيب كله إذا كان السمن وكان قاسح أو كان مالح يخصر لك الماكلة إذا كان غاوي كان مالح يخصر لك الماكلة فهذا كان مالح والجيجي غاوضناه بالمالح وغلناه بالحامض بزرط الحويج لدينا تقريبا رابعة كاملة التومة في التومة كان يقص التومة كان يقص التومة لكي لا تقوم بإعطاء ملح أتركيب التركيب التي قامتها يجب أن تكون في المخف في الدماغ وفي اليد والعرف هنا أخذت تقريبا ثلاثة صاشيات الضعفران ثلاثة كل الضعفران يعمل ثلاثة مقصير ومن المأكلات يقص بقصبر بالنسبة ليدجاج والشرم قصبر يجب القصبر يامس بالنسبة لعدد المعدنوز يوجد المعدنوز وقامت جوج القصبر ركزوا معي قامت خمسة الحامضات خمسة خمسة قامت ثلاثة خضرات يعني ما مرقدات وقامت جوجات مرقدات كافيني انا كنت طيب الحامض خضر بشيء الماكلة مضرش لي الناس وما تجيني شمال حق ويجمع لي يدك الجاج زيتون حتى يغلل الجاج المهم هذه المقادير ارى جوجيا قمت بسوقك قمت بسوقك قمت بسوقك قمت بسوقك بسوقك قمت بسوقك طريقة والتركيبة تخرج على الماكلة حتى قمت بسوقك فلاكذا ارى مكاكلة ومع هذه المكونة كاملة داخلها البيض الكحل سكنجبير خرقم بلديك اسميسو كثيرا تندير ان شاء الله ونعطيكم حلقة وتابعونا ان شاء الله احنا ان نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم بسم الله وديما نقول لكم تكون التمريق او لاصوسكم عقدة واقفة لا تكون واقفة بثير ولكن تكون هاااا بحالهك لكي تشبر لنا في الدجاج اللي نجو نشر من الدجاج تشبر لنا فيه نتمنى الشرح يكون وافي وكافي اللطيفة يفروج احنا بسم الله على بركتي الله احنا الدجاج هانتم لماذا نقول الملوين الملوين ضروري من الملوين دخلوا الدجاج بحلقة ديما هنا فد الخيضات من الداخل دخلوا الدجاج دخلوا الدجاج بحلقة احنا نفرع لنا هذا ابيدي احنا عاشق لمثل والو انتم خدموا بالموس مالية الدفار اللي بغى الليقه انا مهمنا اعروبية هانتم شوف مالي اختزر انا خدمت الدجاج ونقبض الاطفل ونقبض الاطفل احنا دخلوا الدجاج داخلوا 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 هذا الفروج ما هو وشجم هذا الفروج تكون برحل على المشكل يجب أن تتبر فيه سوف تابعونا ونشر من الجيش سوف نرده ومع هذه الأسرار تبالاتي 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 تغير مني تغير مني الفنان هذه المقادير وهذه الطريقة التي نعمل بها معتمادة لديهم سلكاني وخدمي لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال هذا الطبخ تقليدي أما نريد أن ندخل نعمل في الشعرية الصينية ونضع ونضع الخضرة الصوتي ونضع المهم الطبخ التقليدي ضد الغميرة هو هذا شيء أخر مرحبا لا يزال هنا المهواء طيب كيف لا تشاهدوا نرمية الدجاج الآخر هذا نضع هنا كيف لا يزال مرق تريد أن يستطيع الدجاج كيف لا يزال المهواء يجمعه إراد م Level أما الأخر يجمع الأطفاء رائعة لأن يجمع الجلد ونبتغط كيف يتطلب هنا سوف يجمع هنا ونبتغط هذا الدجاج كيف يسر يجمع أن يجمع المهواء هنا هنا يجمع لقد يضع لا يتقلل الججر لا يتقلل الججر لا يتقلل الججر لا تتمرقوا الجلد تصليكم أو الكينات التي لا تعطي نفو كثير في الماء قياسه و الكينات التي تكترل الماء يأتي بحل المسلوك أرى أنا أعطيه مثلا نصف مريقة نصف مريقة نصف مريقة نصف مريقة نصف مريقة سأعطيه نفو لا أغطيه نفو لا أغطيه لا أغطيه فالفابور يبدأ يتقلل هذا يطيب و دائما تقوم بحل الماء تقوم بحل الماء تقوم بحل الماء لا تكفروا من هنا لأنه يتحلكم من هذا الظهر هذا العبار شاهدوا شاهدوا الفروج العنق كثير هو طيح عادي من الذي يطيب العنق يبدأ يطيب يوقف ورادية طريقة للجيش لدي رم لدي رم هنا لطيفة أنا سأصاب أخرى شاهدوا لا تقولوا شبكم العبدي سيكذب عليكم شاهدوا الجلدة والريحة طالة منعها شاهدوا شاهدوا يجعل الجلدة تغيقها نحن نبعد من هذا الماء تقفروا من الماء نعطيه تمريقا سأكتب نتقف نضع الطنجرة نضع الطنجرة نغطي الطنجرة ان تخرج الفابور والتي يخرج لا يرجعوا على الجج ولا يتكفي ترون طريق طبقكم والتمريقة كديرة لكي نريكم لكي تشوفوا بواقكم العبدي انسوا تشوفوا تشوفوا الاصلصة ها تشوفوا الاصلصة وتبعوا طريق سبوكم العبدي وراكم ستنجحون ان شاء الله في الانتحان العينة تريدون خدمة على وليداتكم خدمة شريفة لا تضرب يجفاف على احد لا تصبني احد هذه هي الخدمة كل اللي يدين الناس يحصن بهم يخدموا ليفضاروك وكل اللي يضرب عليهم العادة بلك حل يعوج لك المرامن قعبوبها ويصيفطها بججريالات وراها هي الخدمة الشريفة هاها